اشتركوا في القناة في هذا المرسوم بكلمة الاكاديمية المادة الثانية تختص الاكاديمية بما يليه اولا وضع سياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي ثانيا وضع البرامج وعقد دورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبية السلك الدبلوماسي والقنصلي ثالثا اعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية رابعا منح الدرجات العلمية من شهادات في مجال ذات صلة بالعمل الدبلوماسي وفقا للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين خامسا عقد البرامج التدريبية لتطوير اداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية سادسا تدريب منتسبي وزارة الخارجية على اعداد وكتابة التقارير المهنية سابعا نشر التقافة الدبلوماسية من خلال اجراء البحوث واعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية ثامنا بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية تاسعا عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج البحرين عاشرا قيام الاكاديمية بتنفيذ اي مهام توكل اليها من وزير الخارجية المادة الثالثة يكون للاكاديمية مدير تنفيذي يعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد المادة الرابعة يكون المدير التنفيذي مسؤولا امام وزير الخارجية عن سير اعمال الاكاديمية فنيا واداريا وماليا ويتولى بوجه الخصوص ما يلي اولا ادارة الاكاديمية وتصريف شؤونها والاشراف على سير اعمالها ثانيا تحديد القواعد والاجراءات الداخلية التي تحكم عمل الاكاديمية ثالثا تمثيل الاكاديمية في المهام الرسمية رابعا تنفيذ اي مهام توكل اليه من وزير الخارجية خامسا تنفيذ اي مهام من اخرى تحددها القواعد والاجراءات الداخلية التي تحكم عمل الاكاديمية كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 55 لسنة 2019 بعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجاء في المادة الاولى يعد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة